هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومائتين وثلاثة وثلاثين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائتين وسبعة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وخمسة وسبعين ألف شخص